بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته التشيئ عبر التاريخ كانت له جوه عديدة وأشكال مختلفة وليس شكلا واحدا وربما يتحدد شكل التشيئ في كل جيل في كل بلد مع كل مرجع مع كل قائد في نفس الوقت هناك أنواع مختلفة من التشيئ في وقت واحد فليس كل التشيئ هو يعني مشابه للتشيئ الآخر ولا هو امتداد للتشيئ القديم كان لدينا في البداية تشيئ علوي يوالي أهل البيت ثم تشيئ كيساني ثم تشيئ زيدي ثم تشيئ إمامي ثم تشيئ إسماعيلي وتشيئ للواقفة وللفتحية وللاثنى عشرية وأيضا في العهد الصفوي كان هناك نوع من التشيئ وبعد ذلك كان لدينا أيضا تشيئ آخر هو تشيئ الثورة الإسلامية في إيران تشيئ ولاية الفقه وتشيئ المقاومة في لبنان وأيضا التشيئ الديمقراطي في العراق التشيئ الديمقراطي في العراق يعني هو كان قفزة في الحقيقة عن التشيئ الإمامي وثورة يعني ثورة صامتة هناك ثورات تحدث بصمت ثورة تناقض مبادئ وأصول التشيئ الإمامي لأنها لا تعتمد على أهم فقرات هذا التشيئ الإمامي وهي العصمة والنص من الله وسلالة العلوية وإنما تقبل بحكومة أي إنسان ينتخب من الشعب عبر الشورى عبر صناديق الاقتراع أنا أسميه التشيئ الديمقراطي هذا التشيئ كان برعاية المرجع الديني الكبير السيد علي السستاني وفي نفس الوقت هذا التشيئ الديمقراطي كان فيه أيضا يعني ملامح أخرى غير الديمقراطية خلال الخمسة عشر سنة الماضية أو ستة عشر سنة رح يصير كان لدى السيد علي السستاني موقف صامت من الاحتلال حتى لا أقول مهادن أو متواطئ أو شي لا سمح الله وإنما نتيجة ما أعرف لماذا تحليلات سياسية أو أو اتفاقات أو أو ماذا أو عجز شعور بالعجز لا أعرف لماذا حقيقة لا أريد أن أحكم على الرجل وإنما شيء ظاهر يعني عندما وقع الاحتلال قبل الاحتلال أثناء الهجوم أيام صدام السيد السستاني وبقية المراجع في النجف أصدروا بيانة لمقاومة الاحتلال وجوب مقاومة الاحتلال والدفاع عن الوطن ولكن بعدما وقع الاحتلال وهرب صدام حسين طبعا والشعب كان أعزل بصورة عامة ما عدا القوات التابعة لصدام اللي كانت هي شوية مسلحة وأدى أموال وأدى تنظيم وأدى كذا أما عامة الشعب فكان أعزل عن السلاح وغير قادر على المقاوم ومع ذلك قاوم السيد السستاني يهتم ببناء البلد يهتم ببناء النظام الديمقراطي دعا إلى إجراء انتخابات دستورية ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا يعني شيء جيد وأيضا هو مما يذكر له في التاريخ حقيقة حافظ على الوحدة الوطنية ولم ينسك وراء دعوات الاقتتال الطائفي التي أطلقها الزرقاوي وبقية فلول النظام السابق فلول النظام صدام حسين اللي هما احتضى المزرقاوي وهم كانوا واجهتهم هذا يعني الاحتلال وقع في العراق ولكن السستاني لم يتكلم عن الاحتلال لم ينطق ببنت شفاء لم يكن متوقع منه أن يشهر السيف ويهاجم قوات الاحتلال لأنه ما كان عنده ذيك القوة ولا عنده ذاك التنظيم ولكن كان متوقع منه على الأقل أن يقول هذا احتلال غاشم وظالم وباطل ويجب أن يزود بسرعة حتى يعطي ورقة ليد المفاوض العراقي الوطني أن يفاوض من مركز القوة لا يبقى الاحتلال حوالي 7-8 سنوات حتى يعقد اتفاقية مع رئيس الجراء بالانسحاب بعد ضربات المقاومة الشديدة سنة 2011 ولكن هذا الاحتلال الذي خرج من الباب عاد من الشباك وذلك بصنع منظمة داعش أولا في سوريا ثم إرسالها للعراق استحدام داعش ورقة لتغيير الحكومة العراقية وفرض واقع جديد على هذه الحكومة لكي تقبل بقواعد وتقبل بالتواجد الأمريكي بحجة الدفاع عن العراق بالداعش طبعا أمريكا تأخرت تأخرت شهور عن تلبية الاتفاقية اللي كانت تحتم عليها اتفاقية لإطار المشترك أن تحتم عليها الدفاع عن النظام العراقي ولكنها لم تدافع لأنها كانت تعدف من وراء داعش أهداف أخرى السيد السستاني أطلق فتوى الجهاد الكفائي يعني طبعا دفاع هو ليس السستاني فقط وأنما الشعب العراقي كله هب ومنظمات المقاومة حركات المقاومة بادرت إلى تصدي لداعش بعد انهيار الجيش العراقي قبل أن يصدر الفتوى وقبل أن يأتي داعش كانت متحضرة ومستعدة لمقاومة داعش وإيران يعني وقفت وقفة تاريخية أيضا إلى جانب العراق ضد داعش بتزويد المقاومة العراقية والجيش العراقي بكل ما يحتاج من أسلحة لمقاومة هذا العدو ولكن داعش هو كان أداة يعني كل الناس يعرفون هذا الشيء الأمريكيين نفسهم قالوا لنتم قالت اعترفت أمام الكونغرس بأنها هي التي صنعت يعني أمريكا هي التي صنعت داعش وكلهم كان يقولها أولادنا وترامب كان يقول أثناء الحملة حملة الانتخابات مالتا أنه داعش هذه أداة أمريكية طيب وبالتالي هناك أهداف أكبر من داعش الهيمنة على العراق على القرار العراقي والتدخل في السياسة العراقية هذا لم يلتفت إليه السيد السستاني الحقيقة حتى الآن لم يصرح ضد تواجد يعني شوفوا الآن منذ جاء مثلا ترامب إلى إلى العراق خلصة عشية عشية أيدي الميلاد وأطلق تلك تصريحات الشهيرة أنه نحن وكررها بعد ذلك أيضا نحن نتخذ العراق قائدة لمراقبة إيران وربما حتى الاعتماد عليها والمسؤولون العراقيون ردوا على ترامب رئيس الجمهورية رد عليه وأيضاً رئيس الوزراء وأعضاء في البرلمان قادة أحزاب عراقية قادة حشد شعبي ردوا على ترامب ولا يزالون يعني يردون ويرون أن المعركة مستمرة هناك أخبار جديدة عن نية القوات الأمريكية في العراق التي مفروض فيها تكون قوات تدريب واستشارة فقط ولكنها تقوم بأدوار أكبر من ذلك بكثير تحاول أن تسيطر على قواعد تسيطر على قرب بغداد تؤلف وتشكل حشد أمريكي جديد من ناس تابعين لها لكي تستخدمهم ورقة في السياسة العراقية وفي الضغط على الحكومة العراقية وهناك مشاريع أيضاً بدأت تنشط مشروع الأقليم السني في نينوة اللي طلحها البرزاني والتدخل في الانتخابات والتدخل في تشكيل الحكومة والتدخل في حتى عمل مجلس النواب الانتصال بالنواب والضغط عليهم من أجل سحب مشروع إخراج القوات الأمريكية من العراق يعني تدخل مدم جيش كبير دولة لها جيش كبير وقواعد ومال وإعلام وسيطرة وعلاقات تفعل أشياء كثيرة وبالتالي تنتهك سيادة العراق السيد السستاني استقبل ممثلة الممتحدة في العراق قبل أيام وقال بأننا نرفض استخدام العراق قائدة لإيذاء دول أخرى هذا موقف جيد موقف جيد أكيد إيران المقصود في ذلك ولكن هذا موقف يشكر عليه ولكنه لا يكفي في الحقيقة لأنه يجب أيضاً نمنع أمريكا من إيذاء العراق تواجد القوات الأمريكية بصورة أكثر من ما يسمح له أكثر من ما في الاتفاقية أكثر من الدور المطلوب منها الاستشاري والتدريبي يعني هذا كان مفروض من السيد علي السستاني أن يوجه رسالة حتى لأمريكي يعني هذا مرفوض أن تواجدكم بهذه الصورة ويطلب من الحكومة العراقية يعني يساً ما أقول الاستغناء الفوري اللي حكومة تتحجج بأنه لا زال المعركة مع داعش مستمرة ونحتاج للتدريب وما أدري شون هالتدريب اللي يحتاجوا المهم يعني لا شك وقد أصبح من الواضح أن القوات الأمريكية في العراق تؤذي استقلال العراق وتنتهك استقلال العراق وترامب ما يسمع لرئيس الجمهورية ولا رئيس وزراء يطلق تصريحات ويخطط ويعمل ما يشاء من هذه القواعد التي يحتلها وعلى أقل يسكن فيها يعني ومن المحتمل في المستقبل حتى يقوم كان هناك كلام أيضا من بعض قادرة الحجر الشعبي أن القوات الأمريكية تمهد لإنقلاب سياسي في العراق طيب هنا المطلوب من المرجعية أن تقف إلى جهنب الشعب أن تفتح أينها أن تصيخ سمعها لما يحدث في العراق من مؤامرات أمريكية تحافظ على استقلال العراق بشدة وقوة وتستنكر هذه التصريحات كان مفروض واحد يستنكرها مثل ما استنكرها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مو فقط إيذاء الدول المجاورة لا أساسا أنه واحد يجي يطلق تصريحات من العراق كيفما يشاء هذا شيء يعني يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية هذا وجه مع الأسف الشديد أن السيد السستاني في رسالتها العملية كان قد أسقط مو فقط الجهاد الهجوم هذا من زمان رايح الجهاد الدفاعي ما مكتوب في رسالة العملية الجهاد الدفاعي وبالتالي ما أعرف لماذا هذا ما موجود هذا أنا أقول يشكل وجها من وجه الحقيقة حقيقة التشييع السستاني يعني التشييع السستاني اللي هو ينادي بالديموقراطية ولكن في نفس الوقت يعني شوية موقف ضعيف تجاه الاستقلال والقوات الغازية والدخيلة من جديد مرة ثانية بالعراق المفروض المرجع يتخذ يعني موقف سيواحد يقول لي أنت شنو حتى تحدد موقف المرجع أقول المرجع بالآن يعتبر هو زعيم سياسي في العراق إذا لم يكن الزعيم الأكبر في العراق إذا لم يكن الملك غير المتوج في العراق هو موجود عنده قوة وعنده شعبية وعنده بصورة يعني بالتالي يجب أن تكون هناك علاقات ديمقراطية ما هو يؤمن بالديمقراطية الديمقراطية ليست بين صرحان ذلك اقتراع ولا في مجلس النواب مثلا يتحدثون مع استجهبون رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية القائد الأكبر والزعيم الأكبر من العراق أيضا يجب أن يخضع لهذه الديمقراطية وأن تكون مرجعية السيد السستاني مرجعية ديمقراطية بمعنى أنه يستمع لآراء الشعب يستمع لآراء قادة الحركات والأحزاب والنواب والمسؤولين وكل الناس اللي معنيين بهذه الأمور العامة يستمع إليهم هو قد أكفل الباب على المسؤولين العراقيين على رئيس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية طيب وعلى رئيس البرلمان طيب من حقه ولكن هو بالحقيقة عنده مركز غير دستوري عمليين موجود عمليين موجود عنده مركز في العراق عنده مركز قيادي وبالتالي هذا المركز القيادي ما يريد أعطى شرعية لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء طيب افتهمنا بس أدنا هناك مجلس البرلمان مجلس البرلمان هو يمثل الشعب وبالتالي هؤلاء يصرحون تصريحات كثيرة حول تواجهة القوات الأمريكية ويردون يصدرون قرار فهنا لا بد أن يكون هناك يعني علاقة وسيطة بين الشعب وبين هذا المرجع ليس المرجع واحدة يقعد في برج عاجي ويقرر ما يريد ويرسم السياسة التي يريدها ويصرح بما يريد ولا يصرح بما لا يريد هذا مو صحيح حتى أعضاء أئمة الجمعة مو مفروض فيهم يكونون صوت المرجعية المفروض فيهم يكون صوت الشعب إلى المرجعية أيضا أو على الأقل صوته متبادل يعني يستمعوا إلى الناس وينقلوا صورة للمرجعية ويتحدثوا مع المرجعية وأيضا هو عنده وكلاء منده ما شاء الله يمكن أقل شيء ألف عالم دين في العراق في المساجد الشعية على أقل فالمفروض في هؤلاء أيضا ما يكونوا الموظفين في دولة المرجعية مثل ما عند السنة مو أئمة الجمعة والجماعة موظفين من يعطيهم راتب ومتابعين إلى المفروض في أئمة النساجد أئمة الصلاة أيضا أن يكونوا صوت الشعب مو فقط صوت المرجعية ينقلوا إلىهم يكون مجلس من هؤلاء ألف واحد على الأقل مجلس يجتمعون فيه بالشهر مرة بالسنة مرة بالكذا مرة ويبينوا ماذا يريد الشعب للمرجعية حتى المرجع هو يتخذ السياسة الشعبية اللي شعب يريدها وعدك مجلس البرلمان أيضا لابد أن ينفتح على المرجع والمرجع ينفتح عليه يستمع لهم هؤلاء أبناء الشعب ممثلي شعب ماذا يريدون لابد تكون علاقة يعني علاقة يعني من طرفين مو فقط هو شوكت ما أراد يصدر فتوى وشوكت ما أراد ما يصدر فتوى ما يصير الشكل هذه قضية وطنية مو قضية شخصية مو فتوى رأيه في طهارة ونجاسة وصلاة وصوم حتى هو يشوف اللي برأيه يقوله وعلى مقلديه أن يسمعوا كلامه لا هنا أصبحنا الآن في حالة دستورية ولو غير مكتوبة يعني بالدستور ما أدنى في شيء اسم مرجعية ولكن عمليا في الواقع أدنى مرجعية في العراق هذا المرجعية لازم تأخذ وتعطيه الناس تأخذ وتعطي يعني مو تستمع مو فقط ولازم حتى إدارة مكتب المرجعية ما يكون بيد ابن المرجع أو بيد واحد وكذا لازم نعرف إنه شلون الاتصال منو يعطي معلومات منو يعطي معلومات منو يدير مكتب ماله هذا الشيء أيضا لازم الشعب يشرف عليه يعني حتى تكون مرجعية ديمقراطية مو مرجعية فقط يعني فقهية لا أصبحت يعني جزء من العملية السياسية كيف نحاسب رئيس الجمهورية نحاسب رئيس الوزارة نحاسب الوزراء المسؤولين كذلك يجب أن يخضع المرجع إلى محاسبة وإلى تنظيم إلى تنظيم العلاقة وإما مجلس من العلماء آخر يجتمعون ويقدموا صوتهم يقدموا صوت الشعب للمرجع وبالتالي يرسموا أو حتى ذول العلماء الموجودين مثلا بالعراق على الأقل مسمون بنقول بالعالم الإسلامي كله يجتمعوا حتى يختيار المرجع القادم أو نائب المرجع الآن أو شيء يعني تكون علاقة حية ما تكون علاقة ميتة وجامدة حتى تكون ديمقراطية تماما ما نسوي ديمقراطية وما نستفيد من عدة ونستغني عنها وما عندنا شغل وياها ما نسمع على أي الشعب أهم شيء في الديمقراطية حكم الشعب الشعب هو الذي يحكم يعني كل القادة كل المسؤولين كل المراجع حتى المرجع يجب أن يستمع إلى الشعب ويكون هو نائب الشعب مو نائب الإمام المهدي إمام المهدي ما موجود شنو نائب إمام المهدي ما قد نشي يسمى إمام نائب المهدي هاي فرضية فرضية افترضة بعض الناس في غابر التاريخ فمو صحيح المرجع يعتبر نفسه هو نائب الإمام المهدي ويعتبر نفسه الحاكم الشرعي المطلق كأنه هو ملك أو كأنه ديكتاتور ما يصير الشكل هو عالم بالدين مثلا في خدمة الشعب لأنه يومه بالديمقراطية أنا أكثر أركز كلامي على السيد السستاني أن يخضع لإرادة الشعب ويستمع لإرادة الشعب ويتفاعل مع الشعب وتكون هناك قنوات اتصال موجودة بينه وبين الشعب عبر العلماء عبر الأحزاب عبر النواب عبر الناس العادين عبر الصحافة يجون يستقبلهم يتحدثون معهم وبالتالي ينقلوا له ما يجري في البلد ما يصير كأنه هو عايش فيه صومعة وما يعرف شي يصير في البلد ما يدري أكو أمريكان لو ما أكو وبالتالي الأمريكان جدي سوم ببلد أيضا ما يعرف إن شاء الله ما يعرف إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري في المصيبة وأعظمه إن شاء الله ما يدري أنه أمريكان جدي سوم ببلد وبالتالي لأنه معلوماتهم ما أدري ولو يقال أنه يتابع هو يتابع يكتب الصحفيون ويكتب الكذا ما أدري شلون هكذا نقل نقل عنه أنه هو يتابع فلان ويتابع فلان ماذا يكتب وماذا يقول طيب إذا كان يتابع ويسمع وكذا فإذن لابد أن يحدد موقف من هذا هو كأي مسؤول أراقي الآن رئيس الجمهورية أو رئيس الجزراء أو اللي فوقهم المرجع يازم عنده موقف من هذه القضايا مو فقط إذا الجيران طبعا إذا الجيران طبعا حتى إذا الجيران هذا موقف ضعيف من السيد السستاني علماء السنة في العراق الشيخ الهميم الشيخ الصميدعي والشيخ الملة كلهم أدانوا واستنكروا الحصار على إيران الحصار الظالم على دولة مسلمة سبعين ثمانين مليون إنسان نحن لازم نحاصرهم ونمنع عنهم البيع والشراء الحرب الاقتصادية اللي شعنتها أمريكا يجب أن كل واحد يعني أن يستنكر هذه الحرب وكلام السيد السستاني له وزنه في العالم ما عرف هو يدري هالشي لو ما يعرفه لو ما يدري فإذن عليه أن مو فقط لأنه ما نقبل القوات الأمريكية تؤذي الجيران لا يجب أن يتسدى لهذا هذا الأدوان الأمريكي الصهيوني السعودي جرائم التفجيرات اللي صارت أيضا يعني واحدين قتل في مسجد في الكواد يرسلون وفد وفاتحة وكذا وجرائم أخرى تحصل هنا وهناك يشكتون عنهم هذا جانب إذن في جانب ضعف حقيقة يجب أن نقول بصراحة يعني أنا أفترض السلسة الثاني هو الآن حاكم العراق أفترض هكذا واقعاً يعني نسبة كبيرة من الحكم بيدية حتى تعين رئيس الوزراء بالتالي مكتبه وابنه اللي يعين رئيس الوزراء فإذا كان هو ولي الفقية في العراق إذا كان هو المرجع العلا هو إذا كان كذا فلازم نقول أمامه كل واحد مو بس أنا كل إنسان في البلد يرى رأياً يقول يعبر عن رأيه هكذا تكون الديمقراطية الديمقراطية مو بس ناديك الاقتراع وبرلمات إنما المواطنون العراقيون إذا شافوا موقف ضروري وواجب ومهم يجب أن يطالبه المسؤولين كمان نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان نطالب المرجع أيضاً أن يقول كلمة أن يتخذ موقف ما يصير كيف يعني يسوي الأمور مش عالة شخصية هذه شعرتهم البلد طيب هذا وجه من وجوه التشيوع السستاني يعني أسميه ديمقراطية من ناحية و صمتهم عجزهم فشلهم لا أعرف ماذا أعبر عنه في زاء التواجد الأمريكية والاحتلال الأمريكي السابق والتواجد الاحتلال المبطن لان العودة لاحتلال العراق مرة ثانية هذا خطر كبير أخطر من داعش أخطر من داعش لأنه داعش قاوموها وقضوا عليها ولكن هذا اللجائيين حتى يدخلوا بالسياسة ويرسموا سياسة العراق وسيطروا على كل شيء وبكرة وبعد بكرة شوية يسيطرون أكثر تعالوا جيبوا فلوس الأسلحة اللي يصرفناها عليكم مثل ما صدام كان يسوي يقتل واحد ويقول جيبوا فلوس الرصاصة اللي قتلنا بها الأهله الآن ترامب قال عالنا يعني أنه احنا صرفنا فلوس على القواعد وعالحروب وعالكذا تعالوا أعطونا فلوسنا بالمئات المليارات مثل ما سلّة بالسعودية سلّة وما خلّى شيء بيجوفهم بعد شيء يريد نسلّة بالعراق أيضا يريد كل شيء ياخذ هاي عقليتهم عقلية إمبريالية تسوي حروب بالعالم حتى تأخذ الثروات حتى السيطر حتى تبيع حتى تشتري حتى تهيمن والدمر البلد ما عدا منع بس من أجل أنه سيطر وخاصة خدمة لإسرائيل هو قال بصراحة احنا جاينا راقب إيران خدمة لإسرائيل بالفم المليان قالها مو بس راقب إيران يدمر العراق أيضا خدمة لإسرائيل وتدمير العراق خدمة لمن؟ حتى لا يقوى البلد هذا وينصر المظلومين المحتلين المستضعفين في فلسطين هذا جانب نشوف جانب آخر مع الأسف الشديد من خلال ممثليه في مختلف أنحاء العالم وفي أوروبا خصوصا وهنا وهناك نشوفهم دائما يثيرون قضايا الاحتفال في وفاة السيدة أم البنين الاحتفال في وفاة السيدة أم البنين هي زوجة الإمام علي في هولندا في ألمانيا في لنتن في مادروان كل مكان فالقضية هذه السيدة الزهراء عليها السلام أيضا تكبير وتضخيم القضية وفاة عادية استشهاد وقتل ومشكلة طائفية ومشكلة توفير أدوات الفتنة للمستقبل شحن الناس وشحن المتبادل وهذا ولا أحد يبالي طيب هذا أنا لا أعتقد أنه بعيد عن سياسة السيد السستاني الثقافية ومكتبه طبعا الشيرازي مويان بالنص الشيرازي وآخرون أيضا وحيد الأخرى ثاني أكو خط الآن الرئيس ما له هو السيد السستاني ولكنه موجود أيضا قضية عاشوراء اللي هي قضية حيوية وقضية مهمة وبها محتوى ثوري ضد الظالمين ضد الطغار ضد الكذا في كربلاء كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء يجب أن تفرغ هذه القضية من محتواها وتجي مسيرات بالملايين يجون إلى كربلاء في الزيارات المختلفة وزيارات الأم الآخرين ولكنها زيارات فارغة تفرغ من معناها تفرغ من محتواها ما يصير واحد في هذه المسيرة المليونية يهتف ضد ظالم أو ضد طاغية أو ضد معتدي في حرب أو ضد محتل أو ضد كذا لا يجب أن تبقى فقط تقليدية يأكلون تم القيمة ويمشون يبكون يلطمون يطبرون يرجعون لبلادهم طيب من يرسم هذه السياسة في قضية الحسين هذه سياسة كشرية يعني تفريغ هذه القضية المهمة وخلق قضايا معاكسة خلق قضية الزهراء وتضخيمها أنه جماعة هجموا عليها وكسروا وظلعها وسقطوا جنينها وقتلوها وكذا وينشحن يبدأ الشحن اللعن والسب والشتم وكذا وبالتالي يصير ردود فعل وصير فتن وصير كذا والجو كله يصير محقون الجو كله محقون واحنا الله يستر متى تتفجر هذه الفتنة الطائفية طيب وبعد طوال السنة عدنا وفيات ومواليد وكذا الأئمة 12 إمام و 12 وفاة 12 مولود وأئمة آخرين وبعد الآن عدنا السيدة أم البنين طيب لم يتمو الإمام علي عندها حوالي 18 أمرأة كان بين حرة وبين إماء طيب أم محمد بن حنفية الحنفية اللي سموها طيب هذي أيضا زوجة الإمام علي لازم نبحث بالتاريخ ماادر منين مطلعين وين لاقين أنه هذه توفيت في فلان يوم ما بالتاريخ ما يذكرون الأشياء وما كان يهتمون فيه ووليدش وقد توفى وكذا حتى ميلاد النبي ما أعرف في أي سنة بضبط أو ميلاد الزهراء بأي سنة أو مرش قد من الزوجة ما أكو حصائيات دقيقة ولا سجلات نفوذ ذلك الأيام ولكن يختلقون ويبتدعون وفي سبيل الله وعلى حب أهل البيت تاريخ ميلاد كل وحدة أمهات الأئمة وحفظتهم وأبناءهم المتعددين وذلك اليوم في ديالة أيضا في المسجد ماذا سيد فلان الفلاني مزاجة مملوء العراق مقابر ما أعرف من وين سيد فلان الحسني الحسيني الكذا يعني كل ذلك أيضا كل منطقهم إلها الحمزة والقاسم والفلان والعباس يعني ما يبقى عندنا طول السنة لازم مو كل سنة كل يوم بالسنة إنما لازم نقسم كل يوم إلى ساعات الصباح وبالليل وكذا هذا تابع لهالإمام وذلك ابني الإمام وحفيد الإمام فالمشكلة في هاي العقلية أنه تركز على هالأشياء القشرية الأشياء اللي تقسية وأشياء جديدة صايرها وكأنه هي هذا الدين هو هذا التشيع شوفوا النشر اللي مؤسسات السيد الأخوي يسوي هسأ ما أنا أتحدث عن أشياء أخرى في النشر والخرافات والأساطير والسمك الجري ما عنده ولاية والما أدري الشمس ردت مرتين ولا ستين مرة وذلك قصص أخرى ولكن يعني تشيع خرافي طقسي طائفي وعنيف أيضا في ناحية في عنف يعني وكأنه ذلك الدين أصبح هو هذا والتشيع أصبح هذا لذلك كتبت ليس من الإسلام أن تحتفل بمولد أو وفاة النبي الأكرم ما حطف طقس من طقوس الدين الاحتفال بمولده أو احتفال بوفاته أو مواليد ووفيات الأعمة ما عندنا شيء من الدين هذا فضلا عن الاحتفال بذكرى مواليد أو وفيات زوجات النبي السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة فلانة والسيدة حفصة يوميا مطلعين وحدة أيضا ووفاته وميلاده وزواجه وتاريخ كده ما لها يعني شغلة فعلا شيء صرف الناس عن جوهر الدين وفيات زوجات النبي والأئمة وأولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم دائما نهتم بأشخاصهم الإسلام ما جاي حتى يقولين تعالى يهتموا بأشخاص لا النبي ولا الآخرين فإن ذلك يستبدل التركيز على توحيد الله والالتزام بالقيم الإسلامية وعبادة الله نستبدله بالتركيز على شخص النبي ولادة النبي ووفاة النبي كذا وعائلته زوجاته وبناته وكذا وأشخاص آخرين لا يشكلون جزءا من الإسلام يعني أنت الإمام بمثلا أم البنين سواء أعملت بها أو ما أعملت أرفتها أو ما أعرفت يضر دينك شيء أو يضرت شيء وعاك شيء أو يفيدك بشيء لا يفيد ولا يضر بالعاكس قد يضر لأنه أنت رحت تشغل بالك طول وتعتقد أنت قاعد تتأدي رسالتك وتأدي دينك عدين ومهتم راحين جاعين واحتفالات ومباني وسكن وصرف وفلوس على شنو إذا رأيت بهم بهذه الاحتفالات يقولون فات كلمة في مقاومة المحتلين والمستبدين والظالمين واللصوص والحرامية ما ينتقدون أي شيء ما عدم أي رسالة بس نقعد نبكي ونلطوم وكذا وكل تمنقل يوم ونطلع بره ولا يشكل الإيمان بهؤلاء أو الاحتفال بذكرياتهم واجباً دينياً أو إهمال ذلك عمل المحرمة إذا أحنا ما سوناه الله يعاقبنا يحاسبنا يقول ليش ما ليش ما اتميته بوفاة أم البني مثلاً أو وفاة الحنفية أو وفاة ما يسأل الله ما جايب الدين أو جايب أهل البيت حتى إحنا نقضى عمرنا ووقتنا وفكرنا وكذا بهالشغلات هذه وإنما فقط وسيلة لإلهاء الناس عن التوجه إلى الله والاهتمام بالقضايا الحيوية والمصيرية للأمة كالعدل والحرية والاستقلال والوحدة هذا قيم ضائعة من عدنا وهو ما يبدو أبعد ما يكون عن اهتمام وتفكير التشيع السستاني أو التشيع الشراثي هنا بعض الأخوة شوي ينزعجوا من هالكلام بسرعة أدهم هاي السلاح الرافعي الأخ فاضل المسوي ويقع على فكر سلفي وهابي وواحد آخر قال لي ها شنو بعدي تنكر قضية الحسين لا يا حبيبي أنا ما أنكر قضية الحسين أنا أقول لك الحسين هو جوهر التشيع هو جوهر الإسلام يعني أنت الترجمة الحقيقية الإسلام على ابن ابن طالب الحسين العدل والثورة على الظالمين فأنت ما يمكن احنا احتفالنا بعاشورة احتفال ميت احتفال مفرغ لأنه تقسي فقط تم نقيمه ولطم وتطبيره وهذا وارجع لبيتك ما في يعني استذكار أو تفاعل حيوي مع قضية الحسين أنه في هذه المناسبة نحن ننصر كل المطلومين نقاوم كل الظالمين محب يرفعها اللافتها ممنوع التشيء السيستاني يمنع ذلك شيوخ العتبات يمنعون ذلك ويستعينهم بالشرطة كما أعلن ذلك مش سري أقول بلعنة هم ذلك يمنعون أي واحد يعني واحد رفع اللافتة تقلوه بسرعة الأخ أيضا يقول أعتقد عندك يجوز إقامة حفلات للتقليل من شأنه المقدس يعني هذا بالحقيقة استهزاء ومو حوار يعني ما لواحد مسؤول أو واحد يحترم نفسه أيضا يعني احنا ما قلنا تعال قلل مشان أحد الله يعطيهم أجرهم وراحوا بالتاريخ احنا شنسوي لهم الآن قدنا قضايا نعيشها قدنا الإسلام توحيد الله تعالى والعبادات والعقائد والقيم وقدنا التشيء اللي هو روح روح الإسلام التشيء اللي يبحث عن العدل وتقولون انتظار الإمام المهدي إمام المهدي شي سوي يملأوا الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن تملأ ظلماً وجوراً طيب يملأوا أنتوا الآن ليش أنتوا ساكتين عن الظلم والجور؟ وأنتوا مشاركين بالظلم والجور يصيرون السكوت عن الحق أو ساكتوا عن الحق شيطان من أخرس يصير ليش صارين خرسين أمام الظلم الموجود في بلدكم وفي العالم؟ معارك موجودة الآن في العالم بين الحق والباطل وأنتوا ساكتين ولا تفكرون بيها ولا تهتمون بيها ولا تجيبون ذكرها في إعلامكم وكل إعلامكم على القصة يومية وفاة فلان وميلاد فلان غير التعطيلات وغير المسيرات وغير الصرف اليسير وغير الكذا فالأخ يقول أنت تقلل أقول له عزيزي الكريم يا أخ فاضل لا حفلات تقليل ولا حفلات تعظيم لا نحتاج أسوال الشخصية على الأشخاص إنما سير على خطأ أهل البيت في مقاومة الظلم والطغيان والاحتلال والاستعمار والسركة والنهب والاستبداد وإقامة الحق والعدل وتحرير البلاد والعباد هذا المطلوب من عدنة هذا اللي لازم نسوي إحنا هذا هو روح الإسلام والهدف للإسلام إحنا نعصي ومكشمرين نفسنا بهالشغلات هذه الأخ محمد حسن الحسيني أو الحسني يقول اتضح تأثرك بالفكر الوهابي من أول كلمة لك فحين تقول ليس من الإسلام الاحتفال فهل يعني أنه من اليهودية أو النصرانية أو ديانة أخرى ضبط الألفاظ أو ضبط الألفاظ واحتراز المعاني دليل على صفاوة عقل الشخص ونقاء طرحية يجاوب أخ رياض الحجاج كاتب إعلامي يقول له أعتقد أن الرجل يقصد ليس من متطلبات الإسلام وتكاليفه الشرعية ولا من شعائره المعروفة أن الإسلام هو أن الإسلام المعروف أن الإسلام هو التوحيد والإيمان بنبيه الخاتم وكتب الله وأنبيائه واليوم الآخر وشعائر الإسلام هي الصلاة والصوم وغيرها من الواجبات لماذا لا نفهم الأمر هكذا بدل أن نتهم كاتب هذه السطور بتهم غير واقعية إن التكاليف الشرعي واضح وأن هذه الاحتفالات تأتي من باب الموروث الشعبي أو المذهبي للاستحباب فهم سويها مستحبات وهي لا تعد من ضمن التكاليف الدينية الواجبة فيجب أن نركز على ما كلفنا به وهي تدخل في بخانة البدعة لأنه إذا أعتقدت فالعمل ليس من الدين واعتقدت هذا من الدين وهيصير البدعة صار دين جديد عندك فلازم بالحقيقة يعني شوفوا أنا كلامي واضح بس واحد يريد يعوج الكلام أو يفهم كما يشاء يفهم كما يشاء والاتهامات وأن هذا وهابي وسلفي يا أخي تعرف الوهابية شنو أنت؟ حتى تقول هذا وهابي وذاك ليس وهابي يعني أي واحد انتقد ظاهرة سلبية أو بدعة حديثة أو خطأ أو انحراف صار وهابي يعني أنا أول ناس أكثر من عندك ومن آخرين كاتب ضد الوهابية وأنتقد الوهابية وهو لم أرب ź الشيخ عسا ما سعدي يقول مساواة السيد السستاني بمن ذكرت يعني الشيرازي يقصد في إجحاف كبير وقد صام رسول الله يوم الأثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه فاحتفل بيوم ولادته أو احتفل هو بيوم ولادته بطريقته كما ورد في تفسير قوله تعالى وذكرهم بأيام الله إن أيام الله هي المناسبات التي تذكر الناس بالإيمان والدين ولا شك أن إحياء ذكر أهل البيت هو من أيام الله في هذا المنشور أراك متأثرا بالفكر السلفي يسا واحد إنسان عادي يتهم عن السلفي أو الوهابي يعني نبلعها بس الشيخ أسامة الساعدي يجي تكلم هالكلام شوي ممتوقع من عنده بالحقيقة وأولا شفت طريقة التفكير الشيخ أسامة الساعدي أولا هذا الحديث الجايب ذلك يوم ولدته فيه منه جبته ما أدري لا ذكرت مصدره لا ذكرت الراوي لا ذكرت كذا عنه النبي قال ثم إذا قال النبي ذلك يعني هو صام لأنه يوم مولده وأخذ فد احتفال بيوم المولد ابترض يعني وبعدين كما ورد في تفسير قوله تعالى وذكرهم بأيام الله منه ورد منه قال هذا صار نوع من الأخبارية الحشوية صير مو من التذكيق العلمي وذكرهم بأيام الله أيام الله هي المناسبات ستوصر أيام الله الحاج مثلا الصلاة العبادات الأشياء اللي وضعها الله سبحانه وتعالى مو كل يوم واحد مولود بالمستقبل يجي واحد يولد ويموت وكذا وإحنا دائما لازم نحتفل بمواليد هؤلاء وغفاءاتهم هاي شاء الله ما تنتهي ما لا علاقة بالدين الدين خلص زمن نبي محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا خواه مو يوميا ندخل في الشيء هذا من أيام الله وهذا من أيام الله وعدنا الآن فقط مو بس لأيام الآخرين علماء اللي ماتوا استشهدوا شوفوا مقابرهم شوفوا كذا شكبراتها هم سوي هم أيام اللهم تعالوا زيارات لهم وحاطين زيارة يقروها ونذورات الصير وشغلات مثل الحمسة والقاسم وغيرهم وغيرهم يعني هذه شغلات فعلا دخيلة بالدين وبدع فشلون انت ربطت هذه أيام الله يعني ذكريات وفيات من ينجبتها يا شيخ أسامة التي تذكر الناس بالإيمان والدين وانتح ناسين جوغر الدين ناسين روح التشيع ناسين رسالة الحسين ومواخذين شغلات أم البنين وأم الأباس وأم الحسين يعني هذه ما تنتيه شغلة ولا شك شيخ أسامة ساعدي يقول ولا شك إن إحياء ذكر أهل البيت هو من أيام الله من هم أهل البيت وشلون صار إحياء ذكرهم الله يريد من عندنا أن نحي يذكرهم ولا شك إن إحياء ذكر أهل البيت هو من أيام الله إحنا إذا هم عندهم خط وعدهم هدف وعدهم سيرة ومسيرة بالحياة نسير على خطاهم إذا كنا مؤمنين فيهم مو بالضرورة ما نجيب أسماءهم أنت من تخرج ضد الظالمين أنت صرت على خط الحسين حتى لو ما جبت اسم الحسين أنت لما تطالب بالعدل وتطبق العدل أنت صرت على خط الإمام علي حتى لو ما جبت اسم الإمام علي ولما معلم يريد ما عندك تجيب اسمه يريد ما عندك تمشي على خطة على أي حال هذا أيضا الشيخة هذه نشكره على هذا الكلام نشوفه العبارة اللي كان ناشريها حسينية أهل البيت هذا في موقع تابع لسيد السستاني اسمه صوت الجالية العراقية يدير صهره هنا على السيد مرتض الكشميري يقول حسينية أهل البيت في ألمانيا تحيي ذكرى وفاة أم البنين تحيي وفاة تحيي ذكرى أم البنين ثم شنية صار مظلومة مقتولة شهيدة امرأة صالحة الله يعطيها أجل ثواب الزواجة مع علي وتوفت وأنتجت أبناء طيبين خيرين مجاهدين مناظلين يعني ملازم أنا أجي أقعد أسوي الحفلة بنسبة وفاتحة التي توفيت قبل 1400 سنة في الحجاز تعال أنت بألمانيا سوي فاتحة وهذا يذكرني قصة دعمة تتكرر في الحقيقة بأمريكا هنا بألمانيا وبريطانيا أنه الجماعة كانوا قبل ما يأخذون حسينيات في الثمانينات يبدوا في السبعينات يأخذون شققهم ويجبون خطيب ويقرأ مجلس عزاء حسيني فيبكون ومرة الجيران شفوا ذوي ناس عويل وبكاء وكذا فخبروا الشرطة خبروا الشرطة إجوا الشرطة دهموا الشقة هذه ها شنو خير إن شاء الله شنو صاير فواحد إن براء قال لهم إحنا ليش تبكون شو الموضوع قالوا يزيد قتل حسين قالوا بعد فعلوا كل شي الشرطة قالوا وين يزيد حتى لكم شي قالوا لهم لا مو الآن مو هنا أيضا قبل 1400 سنة واحد اسم يزيد قتل واحد اسم الإمام الحسين قالوا الشرطة سقط في أيديهم قالوا أنت يعني جايين الآن في أمريكا ولا جايين في ألمانيا ولا في بريطانيا قاعدين تبكون على قصة واحد قتل قبل 1400 سنة وتبكون تلطمون وصيحون يعني شوفوا التفاعل أنت لو أنت خارج يوم ذكرى الحسين خارج في ضد المحتلين الصحاينة ضد المستعمرين ضد المستبدين ضد الطغار ضد المجرمين اللي يشعلون الحروب الظالمة والعبثية أنت تتخذ موقف حيوي موقف إسلامي وموقف شيعي موقف حسيني موقف علوي بس أنت تهرب من كل هالقضايا وتتمسك فقط بالتقوس وتتمسك فقط بالقشور فشنو أسميك أنا عندك في الطبعة خاصة من التشيع طبعا ليس كل الشيع الآن في العالم هم كذلك إنما هذا التيار أو هذا الجناح أو هذا الخط اللي هو أسميه أن التشيع السلستاني أو التشيع الشرازي وقديما كان يسمى التشيع الصفوي التشيع الصفوي ما كان بديمقراطية لسهذا التشيع بديمقراطية شوية متطور وعدنا تشيع المقاومة وتشيع حركة المطالبة بالحقوق في البحرين مثلا حركة الصمود ضد الأتداء العدوان السعودي الإماراتي الصهيوني الأمريكي على اليمن هذا أيضا نسخة أخرى من الصمود والتصدي فهناك نوعان إلى هنا أكتفي بهذا قدر وتعليقات عندي كثيرة وآسف أني ما أخذت التعليقات لأنني جوزت قريب ساعة رح يصير الحديث وإن شاء الله والتعليقات الموجودة يمكن أحد الأخوة يتابعوها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر